انتصار جديد تسطره القوات الحكومية في محافظة شبوة وتحديدا في مدينة عتق عاصمة المحافظة الانتصار الجديد جاء بعد استكمال القوات الحكومية السيطرة على المدينة وطرد مسلحي المجلس الانتقال المدعوم إماراتيا مصادر عسكرية أكدت تمكن القوات الحكومية من السيطرة على ثلاث معسكرات كانت تابعة لقوات المجلس الانتقال في المدينة وهي معسكر ثماد الذي يقع شمال الشرق المدينة ومعسكر شهداء إضافة إلى معسكر مرة يأتي التصعيد في محافظة شبوة بعد نحو أسبوعين من تمكن قوات الانتقال المدعومة إماراتيا من السيطرة على محافظتي عدن وأبيان وهو الأمر الذي شكل حافزا لها للسيطرة على محافظة الجنوب الأخرى في سيناريو تحاول من خلاله فصل شمال الوطن عن جنوبه وتكمل أهمية شبوة في مواردها الطبيعية حيث تضم حقولا ومنشآت نفطية وميناء استراتيجيين يصدر منهما النفط والغاز ويرى مراقبون أنه بتحرير شبوة لم يقطع الجيش الوطني الطريق أمام قوات المجلس الانتقالي في سياستها لتقسيم البلاد فقط بل ساهم أيضا في استعاد ثقة الشعب بالجيش والحكومة مجددا والتي كانت قد انتكست بعد سقوط العاصمة المؤقتة عدن اشتركوا في القناة